أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تستهدف أن تصبح منطقة السخنة مركزاً إقليمياً رائداً في صناعات الهايدروجين الأغضر تزامناً مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة وفي بيان نشراه مجلس الوزراء أشرت المنطقة إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار لمشروعات الهايدروجين الأغضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية وذلك لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأغضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية